الوضع في ليبيا حال الترقب طبعاً انتوا عارفين وما فكر حضراتكم كان الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاتنين من المفترض ان هم ينعقلوا في 24 ديسمبر السنة اللي فاتت اللي هو سنة 20-21 وبعدين اجتمعوا واجلوها الـ 24 يناير 22 اللي عادة برضو اللي خلص ودلوقتي قاعدين حيصة بايص احنا مش عارفين في انتخابات ولا ما فيش انتخابات طب لو في انتخابات امتى طيب لو في انتخابات وعرفنا امتى هل البرلمانية الاول وبعدين الرئاسية ولا الاتنين مع بعض طيب الدول اللي موجودة مهتمة بالموضوع مين مين هم مخلص للليبيين والقضاء الليبية ومين بيدور على مصالحه ومين عايز يعرقل ومين عايز يمشي طب الداخل الليبي والقيادات الليبية مجلس النواب ككتلة او كجسم تشريعي منتخب الوحيد اللي باقي ولا مجلس الاعلى للدولة اللي بيسيطر عليه الاخوان ولا الحكومة المؤقتة برئاسة الدبيبة ولا المجلس الاعلى للدولة بالمجلس الرئاسي محمد المنيفي ولا هيغيروا رئيس الوزراء وفترة انتقالية تاني ولا ستيفاني ويليام هي المتحكمة ولا السفراء الغربيين متحكمين ولا روسيا ولا تركيا ولا مين يعني الوضع في ليبيا مشتبك مرتبك ضبابي محدش عارف ايه اللي بيحصل انا بوصف المشهد الليبي كأننا نبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة القطة ضلمة واحنا عملنا دور على قطة بنجرى بعض مش شايفين انا بالنسبة لي انا مش شايف المشهد الا مشهد ضبابي لكن مجلس النواب الليبي النهاردة اعلم وقال انه يوم 8 فبراير يعني بعد اسبوع من دلوقتي موعد اختيار رئيس حكومة جديد خلفا لي عبد الحميد دبيبة ليه قالوا لانه خلاص لا انتهت صلاحيته ولم يعد دستوريا طبقا للقوانين الليبية انه خلاص المفروض ندور على رئيس وزراء جديد لفترة انتقالية جديدة مفي ناس متقدمين او مترشحين قالوا ان احنا زي ما قال المستشار عقيلة صالح قال ان الجلسة بتاعت يوم 8 فبراير هنختار فيها رئيس الحكومة الجديد وقال كمان انه سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء ثم يتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الاعلى للدولة وقال كمان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير يوم 7 فبراير قبل الاعلام بيوم في جلسة استماع للمرشحين واليوم التالي توقض جلسة لاختيار رئيس الحكومة يبقى يوم 7 هيعمل استماع للناس المرشحة يوم 8 هيعلن عن رئيس الحكومة الجديد وقال كمان عقيلة صالح ان بعض دي مهمة جدا يعني رئيس البرلمان الليبي بيتهم اهو بعض السفراء وكمان مستشارة الامين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بيتهمهم بالتدخل في الشؤون الليبي بيقول لهم بلاش تتدخلوا في الشؤون الليبي يبقى كده فيه من خلال اللي بيتقال قدامنا انه رئيس البرلمان بيتهم او بيحذر خلينا اقول يعني بشكل اشرك شوية بيحذر بعض سفراء الدول الغربية هتلاقي امريكا بقى وفرنسا وروسيا بيتهم او بيحذر برضو ستيفاني ويليامز المرأة القوية في المشأل الليبي بعدم التدخل فيه الشؤون الداخلية الليبية ودعا النائب العام الليبي بالتحقيق في تعطيل وصول بعض النواب الى المشاركة في جلسة النهاردة وقال انه الاسبوع الماضي صوت مجلس النواب الليبي ضد مشاركة المجلس الاعلى للدولة في تسكيت رئيس الحكومة الجديدة يبقى عقيلة صالح رفض كرئيس مجلس النواب ان يشارك خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاخواني المليشياوي في جلسة تسكيت رئيس الحكومة الجديدة خلينا اقول لحضراتكم انه من كم يوم كان فيه لقاء يوم الاعتقد يوم السبت يمكن يوم الجمعة اعتقد او السبت كان فيه جلسة كان فيه لقاء بين ستيفاني ويليامز على قناة العربية وقالت انه يعني استمعت الحوار ليست مع اختيار رئيس حكومة جديد الليبي وبتقول احنا بالبلد يعني مش هنقضيها حكومات انتقالية وقالت بنفس التعبير احنا عايزين نوقف لعبة الكراسي الموسيقية كل شوية نجيب حكومة انتقالية لفترة انتقالية جديدة على انه احنا نتوقف ونكمل بالحكومة الحالية ونحط جدول زمن الانتخابات البرلمانية الرئاسية ونخلص هي قالت هذا الكلام هذا الكلام بيجي في مصلحة الحكومة الحالية بيبقى يكمل ويرسخ نفسه عشان الانتخابات لانه مترشح للرئاس وفي نفس التوقيت باقي الكتل السياسية في ليبيا بترفض تماما فكرة ابقاء على الحكومة الحالية وعايزين حكومة جديدة لفترة انتقالية جديدة يتفعوا تبقى امتى لكن خلال الاسبوع اللي فات سيف سيف الاسلام القزافي احد المرشحين للرئاسة طلع مقترح وقال احنا ممكن نعمل انتخابات برلمانية بسرعة والانتخابات برلمانية الكتلة اللي تنجح تختار رئيس حكومة وكل دول يجاهزوا للانتخابات الرئاسية بعدين يبقى عاوز يفصل انتخابات البرلمانية عن الرئاسية وده اعتقد جزء كبير من الدول الراعية او الدول المهتمة بترفض فكرة الفصل بين الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية ايضا فيه تحركات على جميع المستويات لكن معلوماتي انه فيه يوم 20 يمكن او 22 فبراير مؤتمر دولي للسلام في ليبيا يعقد في بنغازي دي معلوماتي واتمنى تكون صحيحة انه في مؤتمر هيتم الدعوة اليه لكل الكتل السياسية سواء في الغرب ولا في جنوب ولا غيره للحضور الى بنغازي ليه مؤتمر للسلام والتوافق ويبدأوا يحركوا الامور في اتجاه الامام اتمنى السلامة للشعب الليبي واتمنى التوفيق للقادة الليبيين لكن النهاردة رئيس الوزراء الليبي عبدالحبهين الدبيبة وقع مع اتلاف الشركات المصرية بعض العقود لتنفيذ توسعة بعض الطرق بمسافة حوالي 24 كم